مشاهدين الكرام جمهورنا رياضي أهلنا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج حكي بالون الذي يأتيكم عبر قناة البلاد مواضيع متعددة وتخص الأحداث الرياضية الأخيرة بداية بالمنتخب الوطني الذي يفتتح مشواره في التصفية الإفريقية المؤهلة إلى موديال 2026 بفوز مهم ومستحق أمام منتخب الصومال في المقابل أداء يبقى يبعت لي التساؤل سنناقشه اليوم رفقة مواضيع أخرى المنتخب الوطني أيضا الذي حل بالمزنبيق اليوم من أجل مواجهة منتخب المزنبيق يوم 19 في مباراة لحساب الجولة الثانية سنتحدث أيضا عن قضية النخب الوطني جمال بالماضي مع الإعلام قضية متواصلة نتسأل عن سر هذا التوتر سنتحدث عن جمال بالماضي الذي يرشح لعبه قائد المنتخب الوطني رياض محرز لتتويج بجائزة الكرة الدهبية الإفريقية في وقت يمارس اللوبي المغربي بقيادة لقجع ضغط كبير على الفاف وسنتحدث عن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذي تلقى هزيمته الثالثة في دورة اتحاد شمال إفريقيا كل هذه البواضيع مشاهدين الكرام نناقشها رفقة ضيوف هذا العدد يتقدمهم اللعب الدولي السابق المحلل الرياضي ياسين سالمي مرحبا بك ياسين ومرحبا بك معنا نسأل خير وليد والمشاهدين الكرام شكرا لك كما يحضر معنا مشاهدين الكرام اللعب السابق لمولودية الجزائر التقني الرياضي المدرب حاليا قاسم مهدي مرحبا بك قاسم السلام عليكم وليد مرحبا بكم ومرحبا للشيخ تعنا وشيخ ياسين معنا إن شاء الله نشوف نقاشات تارية خاصة بحضور مونير كرميش المدرب مرحبا بك معنا أول حضور في حصة حكي بالون إن شاء الله نعقبو حصة من لحام على الشيخ سالمي وقاسم مهدي حصة حكي بالون التي سأخدمكم فيها اليوم بدل الزميل كما المهدي المتواجد خارج الوطن نتمنى له عودة سالمة رفقة ابنه نسأل الله أن يشفى ويعود سالما غالما إلى الجزائر إذن مشاهدين الكرام الموضوع الأول خاص بالمنتخب الوطني الجزائري في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى مونديل 2026 إذن الخضر يحققون الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام منتخب الصومال في المباراة التي لعبت على ملعب نيلسون مونديل ببراقي ثلاثية حمل التوقيع كل من شعيبي في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف بنجاح الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين وتلقى المنتخب الوطني هدف ربما في الدقيقة الرابعة والستين قبل أن يضيف البديل بغداد إسلام سليماني عفوا الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والسبعين المنتخب الوطني الذي يتصدر المجموعة رفقة كل من المزنبيق وغينيا نذكر بالنتائج المجموعة المزنبيق الذي تمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام البوتسوانا في مفاز غينيا أمام أوغندا بهدفين لهدف نبدأ معك قاسم مهدي مباراة الجزائر نقدر نقول لأفضل شيء هو تحقيق انطلاقة بفوز داخل الديار لكن الأداء ربما قيل عنه الكثير خاصة أنه المنتخب منتخب السومال منتخب متواضع يعني يحتل المرتبة 196 في ترتيب العالمي كنا ننتظر الأفضل من المنتخب الوطني هذا لا ينقص من قيمة الفوز في المباراة نستطيع المتغرفة الأفضل من المتغرفة الأفضل من المتغرفة الأفضل من مجتمع ف السنوالي يشكر القوت ذلك... نغيران طرح التحديث عن اللايات ليس نحن مراتنا بالت欄 ولان جميعنا لأن event نحن نحن stopping الغانية لكننا نحن أدنا تحرير معamıّا ولا ي dorانون سنة مالوليد كنت سعيد قوي المهديب للمنتخب الوطني لما يلعب معه منتخب كبير نشوفوه بوجه أفضل بالك هاد النقطة نزيد ونحلوها ولو نشوف وراي ياسين سالمي وشي قول قبل ما نقيم يعني السؤال تاعك تاع فارق كبير وفارق صغير لازم نقيمه احنا روحنا يعني اليوم يوم باش لفارق تعني قيم روحو اسكر انا من فاصيلات على الفارق كبير ولا تاع فارق صغير بالنسبة للاعبين ويني نشطوه في البوطولات تاحهم هما اليوم أسماء وتقريبا انا نشفنا الأمس إلا لعبين ثنين من لعبين بين هما العروسي وعطال كيزان فئر دوز ماتش سي ماتش العروسي لفئر دوز ماتش سينك ماتش توقع ديوم باش لفارق الوطني يحقق المو بتاع غاة لانه ما تقدرش تتكلم بسكو الهيوك لفوتبول لفوتبول سي حاجة لفوتبول سي حاجة حتى من المعارسة ضنة ورنة ونوضة الكورة صغيرة قواراو لا تسأل في الجزائر غير في البلاطو ما شنفهم وليدي البلاطو ستاري فاصل دي بارلي دي بارلي ما شنفهم ما شنفهم يتفون انا دي تيان وليس لنر صليد انا دي تيان هذه يعني تطرقت لنقطة ملي حانت تتحدث على دي تيان في الوقت اللي بألك إلا هدرنا على الاداء ماشي لازم الناس تحمل بالماضي نعود ونولي ولي هالنقطة هذي ياسين بصح نزيد نولي للمونير كرميش يعني الكل يتحدث عن منتخب عندنا منتخب قاوي عندنا أسماء كلها أسماء كبيرة في المقابل المنافس قلنا متواضع المباراة تعلبها رحكي بدات المنتخب الوطني زوج دقائق ماركة يعني مشاهد أو أي متابع يقول لك هذا منتخب سهل لحي نربحوها بخمسة ولا ستة بعدها في الشوط الأول شفنا المنتخب الوطني كان تائه نوعا مقارنتين مع لي ماتش لفاتو يعني حساب رايك تائهان إن صح تتعبر في التنسيق بين الخطوط الثالث خاصة في الشوط الأول أولا تلعب مع فريق اللي من كراسي بيو وخمسة وتسعين هذا الفريق كيجا جامع عندهما يخسر فانكيجا جامع عندهما يخسر العب معنا متمركز في الوراء ويصلافين احنا نديروا اللعب احنا بدنا نديروا اللعب بعدك اللي بريمي بيت هذك اللي ماركي نحف تقيق اللولا بعدك هذك يكون أعطاه شوية لفاصلتي تسهل لا يقول لك بالماتش هذي بعدك نربحهم سكولورو لا من سنو في هذه السيئة منحكي تدير ديبار منحك منو شامبيونة فسكو لبرومي يروح رهي وشنو اللي اكزيس هنا لديت لفكتوار ونبعد لفكتوار ونبعد نقيم الأداء مقابل المقابلات حتى تحسن الأمور ويبقى حناكي نتحدث عن الأداء لا يعني إنقاص من قيمة الفوز الذي حققه رفاقاء محرز يوم أمس بعدما سمعنا يعني تصريحات الضيوف نتابع ناخب الوطني جمال بالماضي واشقال على هذه المباراة خلال الندوة الصحافية تغطية كانت ليزيد جمعا وامين فقير لديد كهزيب قبل أنيس بسعب لاحقا ينمين أن ينمين وكل مبارا لاحقا هم منات evil وكل مباراة ي Pitزيب يجب أن يركتين ش предackedهم يطلب كهو يجب أن يقام أین المباراة إلى اللحاة ويجب أن يشمر ويجب أن تح每 JJ وقبتع CEO ستكون الكريم وغاiin يحبط الحدد. من المحلقات التي تجد فيها تجد في تلك المحلقات وتجد في تدخلات ومخلق قد تبرى ومخلق من المحلقات التي تجد فيها وقتها تجد فيها فهو يجب أن يكون ويوجد في ذلك فهو يلقى محلقه لذا كانت تجد في المنزل و الشعور لأنه يومياناً بالمعارش وانه يومياناً بذلك وانه يومياناً بذلك. وانه يومياناً بشكل أشهر بشكل مفيد أهداً في كتابة معيني. مما لا يمكنه تعيش بشكل مفيد. لكن شنع أمشاه الى مجالي. لأنه يومياناً بشكل مفيد. لأنه مختلفًا لم يكن أفعل بشكل مفيد. ولكن العمل كان جيدا. كانت هذه تصريحات الناخب الوطني جمال في الماضي يعني جزء جانب فقط من تصريحات حول المباراة قاسم مليح قاسم مهدي سمعت مليح ربما وش قال بالماضي يقول لكم مبارايات تاع كاليفيكاسيون الكوب ديمون ما يشاء تكون سهلة اليوم كي نهضروا على الماتش هادو نهضروا على مستوى المنتخب الوطني في ليدو ماتش لحين يكونوا فادلات في إفا شوف والدواء إذا كانت صحيح سمعنا في التعامل يجب من يكمل المشكلات وضع اللبان لن فقط يتناحيح كبيرا في التعامل لت RESPرط لا يمكن الناس بجدد من ثلاث تقامل ولكن من المنتخب الديوش لن يمكنك المنزيد من المنزيد من الالجزير حالية عبوما الجزير مع الممزيد من ممزيد من الأفرق يمكنك الانتراحة وإن شاء الله سنزيدون نهضر على البروشام ماتش أمام الموزنبيق ياسين سالمي اليوم قاسم مهدي يقولك بالك تفكير كان بزاف الماتش البروشام ماتش مع الموزنبيق اللي رح يكون أهم المباراة الأولى كي تشوف انت اللي شنجمون البارحة عجامال بالماضي ياسين دخل جامل بالماضي يعتمد على العناصر الركائز في المباراة منذ البداية لكن بعدها خمس تغييرات كلها نشوفها يعني اللعبي اللي جابهم مش بش يزيدوا جيبوا إضافة إنما ربما بشيريح اللعبين تاعوا الركائز للماتش تاني هذا من بين أسباب تاع الآداء تاع البارح اللي ما كانش كي ما يحبوا الجمهور الرياضي جوانس وليد لحد الآن مكاش راكيزة في الفريق الوطني من غير محرز نظن وما ندي سي براتيكمو الجوار اللي راهم تقريبا راكيزة على الفريق الوطني اليوم كي تتكلم على راكيزة سي دي جوار كيز اندجا بروفي يز اندجا ميهود اليوم تتكلم على الميور فوتبول بوسيب اليوم ما هي الكورة اللعب الورقة الرابحة مش الورقة الرابحة البروجيت جو تاعوا كنت يبغل دم ميور فوتبول بوسيب هو اللي يشوفو يعني راح يقترحو المجموعة المجموعة هدي هسك عندها باش تعمل ولا ما عندهاش هسك عندها قاعدة بيانات هسك السويسي جوار هسك ريتب الأمس شفنا عن جوار كي بلوني لازي سبا سيتي شعيبي شعيبي مشامور محرس شعيبي عمل شعيبي كده عطل سدد وراها شعيبي سلو كوتيغوشنا ريفي بغباسي ولكن دون توسع على ديزين منوت في دقيقة تسعتاش كنا ديلكتما ديجا نفيقوا التصرف على الفارق الخصم ماندي في تضيع كورا الفارق الخصم سدد خرجة التانية جبدها الحارس التالتا في العارضة الرابعات تسدد يعني اليوم قبل ما تمشي لهاتشي كامل وتحوس على الميور فوتبول بوصيب يفو بريزنتي تنبو روجي وتمشي تلعب الميور فوتبول بوصيب ولكن اليوم في المباراة هدية سيكون تتبنسي أفن 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 وانتكلمنا وطحنا وانتكلمنا وانتكلمنا في الشعب التاني لعبين اللي دخلهم ماشي لانتكلم لعبين اللي دخلهم مهاريين من بينهم أدم والناس من بينهم عمورة اليوم تقول لي عمورة تكلم على عمورة براتيك مورة هو تقريبا نراكيزة في الوطن حتى المدرب تتكلم عليها يعني بدأي يلقى الضالة في المنتخب الوطني كل مرة يدخل لي يقدم إضافة قال المدرب قال سيبو ولا تتكلموا لي على على بليلي ولا لدوزيام جوار على إبراهيمي قال لهم يفو المتر دون لبوست في لبوست ذاك شكون عندي عندي عمورة وعندي لعب تاني سيبو صح المدرب يلا تتكلم مهدي قبل ما تتكلم للي على إبراهيمي شوف شكون راو في لبوست ذاك بمعناها اليوم هو إلا بريفري براتيكما سا فورمول ونت تلعب مع فارق قوي هل عندك البيانات والمعلومات كيف يكون تصرف مع فارق قوي لأن اليوم تقريبا سالة دوزة وطلوزة الفارق الوطني يلحق 72% في الاستحوات والأريفة غني اليوم في 72% ونطير سالس في البيت ونطير ونطير وتقريبا 8 أو لا لم يكن برا الفارق الخصم يحاول سبعة مرات يطلوه في دون الكادر يكاد فور يشوف لو كانت عنده لفارق الخصم يكون بالعدد كثير لأهم وش راح يعمل يوسين اليوم لعبنا قبل من نجي لعبنا مع المنتخب ما نعرفوش عمرنا ما لعبنا به يعني وش لي خلا بالماضي اليوم يدرس المنتخب ما ننسوش باللي ربحنا البارح وكون ما شي هذه البيانات اللي أكيد تعمد عليها جمل بالماضي هذه ليست بيانات بيانات حاجة للداتا حاجة أخرى هدو سيد استاتيستيك وش سيد وش عمل هدو ما يفيدو هدو انتاج مباراة للعب صح البيانات سيؤت خوش البيانات عندك قاعدة بيانات عندك ديزان فورماتيس هاد شي كان في الجزائر وكان إنسان اللي كان في السيزي يتعام بودينة اللي تعل الفيديراسي اليوم وش تكلم غوارديولا على البيانات يعني سي سي عرانا في عالم واحدة اخر اليوم انا قلت لك لو كان ما نتعودو وش نرجع لاباز نوميريك والبيانات ونعرف واللعاب انتعنا ونصرات توجور في تقافتنا حتى اليوم كنتكلم ونعود نرجع من بعد في الحصان على الجن de 20 طور حين زيدون نتكلم عليهم كل شي هذا هذا وليد هذا رجع للتغيير التقاف لازم تغيير التقاف فضل قاسم عندك اضافة نقاش دائما المفتاح في la conférence de presse قال على gestion للإفكتف تشوف الإفكتف للعام السومالي 5 des joueurs sont dans نouveau تشوف شعي ب آوار غويري الاريار غوش و l'axial تحسب بالراوي جير في لغوش شخص شعر hablando إنه سيتيج لديه لفضل ما يدرب من الجلال سنعلي أقول لك يا هسيخ في عالم أبليه وهي سيطع للقام الجلال على كل ما يجال للسومية بأنه مبقى البعض في سنة لدينا أبليه وهذا فتح لكم على أکنس بربما يستطيع التعامل لأنه يوميغني يستطيع الأعادل لأقدمها لأنه يجب أن نمائه لأخذ لكن في كلنا نجد في مزمبيك هنا نشوفوا شوية الإيكيب اللي رأي تدقاجها شوية اللي بروشان زيتار كي ما تكلم قاسم كي تتكلم اليوم على عوار كاسكو عوار بي بروديور مع ابو نجاح شفنا الأمس ابو نجاح كي نتكلم على ابو نجاح ابو نجاح في الماضي سيتينو طرل بير دومون سيتينو برمير ديفونسور تعل فريق الوطني باش ندفع ابو نجاح نقدر نقوله حاجة إيجابية البالح عودت ابو نجاح يعني أنا فرحته كي ماركا كي سجل ابو نجاح كاسكو عوار مع شعيبي مع قويري مع محلس هدو ملابريزون تتكلم اليوم اليوم ما تقدرش تتكلم وانت ما عندكش بايلات حتى الفريق الصومالي ما عندكش البيانات على الفريق الصومالي والمعلومات تأتي على صح اكيد عنده بالماضي تقول ما عندهش أين لك صح انا بالماضي مش انا هو بالماضي يا سين هو عنده انت السؤال وانا انا شراني نقول اليوم بالماضي كيفاش قدر يلعب معا الصومال واحنا ما نعرفوها مش عنده بيانات كين طاقم في المنتخب لا طاقم في المنتخب حاجة تفضل كوتش نتعو صح واليد تفضل رصومة لهدية ما عنده مش ليماتش غام يقول عبو ما عبوش مين طال كاليفيكاس ونكوب دار حي ما نعرفوه مش منتخب مش هو عباله باليكيب من كلاسيا مياه نصر ونفسعين عباله فابل نستو وتسعين نستو وتسعين عباله باليكيب كما قال مهدي فابل وش يدير هو هو خم على الماتش بروشان بسكو على بلو اللي هواي حلا يلعب ديموش ترواجور 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 قليلا عباك ديزر دفول مش حاجة سهر لازم لازم لكيبزنط لازم لجوار لازم لجوار يكونوا طيب طيب انت تكلمت على نعم قبل ما نوليلك قاسم نسمعوا مدير منتخب صومال ماذا قال عن مباراة ومواجهة الجزائر اللي حضر للمرعب وليس فق على المنتخب الصومالي ونحب نهنى الفريق الجزائري الفوز ديالو الحضوط ديالنا مازال قائمة حنا ما شنقول لك حنا غن نتكلا صولولين باش نتأهلو ولكن حنا الهدف اللول هو تطوير المستوى الجامعي والفرضي ديال اللاعبين اضافة الى كسب تجريبة لانه باش تلعب ضد المنتخب الجزائري ما نعرفش حال كانت الجمهور وش ربعين ألف وش خمسين ألف واللعبين يقدروا يستحملوا الضغط ديال الجمهور وخذ الجمهور كان بوزيتيف لأن الجمهور كان في مستوى راقي اللي كان حيوه وان شاء الله احنا يقدروا نطور المستوى ديالنا وان نطور وان نطور تتعطينا الفرصة باش اللي جوور نشوفوهم فالليدي ماتش واننا اتران ديالنا ديالنا ان نطور اون 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 إذا تبعنا تصريحات مدرب منتخب الصومال الذي تحدث عن المباراة إلى حد ما كان راضي عن أداء لعيبه يشوف بل يخرج بأخف الأضرار ثالثة أهداف له هدف قدر يسجل هدف ربما هدف الأول لمنتخب خارج الديار ما كانوا يسنوا فيه أمام منتخب كبير منتخب جزائري في ملعب نيلسون الموندي لا قدام 40 ألف متفرج قاسم وليد لازم نكونوا كوراك دي فانا عجبتني إلى كنفرانس دي برس تالاندرينر تالسومالي بسكه لأيتي دروى إلا 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 فاهم للناس بللي هذا الفارق إليه تم بلان كونتركشون هو راود جال أب سيتم بلس مع الجائر الكالي ما راضي عن تيجالي دارها قدر يماركي رايح خاصر خاصر بسحوة قال لك بللي ياوي دي شوز الفريق سيتم بلس بط رابد من سيارا symbolic فيما مثل أننا علاونا سيارا 6-0 أو 4-0 لا مركوا بط إلا جميعا أن يقرون فاهم للناس بللي هذا الفريق في مساري وعلى كبير ومع تشانس تريد أن صحيح قدر محليا محليين هم اللي حين لعبوا وقالي كمبيتيسيون هم جايين وستعرف باللي سيبا فاصيل تلعب مع الجزائر وكاين جمعور كبير والالجيريان بلان كونفيانس يا أخوي انا نقوله بارك الله وفيه وإلى يتكلم وإلى يتكلم عليه لعب لا فويت كوريك دون لدي وإن شاء الله نتمنى لهم الخير إن شاء الله نبقوا دايما مع المنافس ياسين سلمي نبقوا دايما مع المنافس نحنا تكلمنا على الأخطاء على اللاعبين تعنا في المقابل تكلمنا على اللي تقلقوا لكن كان منافس أنفس ما نقدروش ننفيه باللي هاد المنافس خلق صعوبات الأشبال بالماضي في مباراة على البارح المنافس رو تكلم عليه حتى المدرب لدي ماتش بور سوبرفكسيوني عنده عشر مبارايات باش يطور ويطلع أرقام اليوم المدرب كيتكلمون فا بارتيسيبي الهادي والهادي الحاجة الأولى وشقى قال حدودنا ما زالت قائمة ماتيماتيك مون حد حسابيا ماتيماتيك مونتخابات عندهم ثلاث نيقات وثلاث مونتخابات عندهم صفر النقطة هو واحد منهم اليوم تكلم على المنتخب تاوه دار دي كونسطا كونسطا تاوه الأول وشنوه ضد الفريق الوطني اللي هو إلا لنيفو بلوز الفي عليه وضد الجمهور الجمهور يعني أفك لابريسيون كانت تكلم بلك الجوار إذا جويت ريزالاز أفك لابريسيون اليوم ما نظنش كان الجمهور اللي يعمل ضغط إلا في الجزائر ولا في تونس ولا في مصر حيلا في إفريقيا وإفريقيا الأخرى ما فيهاش ضغط كبير كما هكذا اليوم راهم يطوروا يعني يزون أوزي يعني يزون أوزي يعني بالخط الأمامي لأنه الكتلة تاحون كانت تقريبا كانت تقريبا نازلة ألا ريكوبيراسيون جيبالون ما كانش عندهم العدد الكافي للهجمة من صح في العدد لهذاك النمر اللي كان صغير كانوا كان خرجها الحارس وكان صدمت في العارضة وفي الهدف اللي يسجلوه سوير بالاريتي صح الله بالاريتي اللي يتكلم عليها المدرب بالماضي الجوال اللي يدخلو في مكان عالطال الماركاش تاعو كانت قبل اللاعب حتى اللاعب كي خرج بشوه دار كي دار صاب اللاعبي اللي يمي البالو هنا نصحة لزرر دار ماركاش تطور ولا ما تطور هذا اللي حنزيد نشوفه في الموزنبيق اللي حنزيد نتكلم عليها قبل الفاصل نولي لك كرميش تكلمنا بزاف ووقفنا على أخطاء واليفوت اللي دارهم من المنتخب الوطني كان بعض الأمور إيجابية شفناها البالح كيما الأداء مثلا تعطل اللي راهو ناقص منافسه دار شوط أول باس به يعني لو كان ماشي بلك بالماضي يحب يريحو للماتش البروشان ماتش كان قادر ما يخرج وكان قادر يزيد يقدم أفضل أباك عطال عطال كان هو بالك كانت رابوستونز بارل بزاف لعبنا من الجهة هذه عطال محرز أنا جاب لي ربي المدرب أباك حبي يحمي اللعب بس كل اللعب أباك ماوش عنده صافي طرواز سمالا كات سمالا كات سمالا ماوش يلعب حبي يحمي اللعب من جهة الفيزيك تاعه كان كاباب يقدر يكمل الماتش بروشان ماتش مع تعدى تعدى ديموش يقدر يقدر ميكونش في نهاره ميكونش في نهاره ميكونش في فور يبوش صالي لانتينير حبي يحمي اللعب لعبه غير خمسة عباك عطال وقت باش جاب لكمبيسون اعود دخل له باش يليح لبروشان ماش كمان هادروع لها مع الباش اللي عندك إضافة قاسم على عطال لكن حبي تفضل تفضل شو انتير من داخور اكتو أنا بارمي لساتيسفاكش اللي شفتوم البارح في سطاد عطال سبين عطال الفاتر لا لا أم بلس ماشي بعداتي وبليسير ويتخل فيه برو بالام كبير مع الفاريق ديالو باش نضيف لك حاجة لك 4 سمان لك تتكلم عليهم لجوار ملعبش 4 سمان كان يوندريني سور 12 ماتش إذا فى 6 ماتش لكذا الآخر جوار اللي مكنوشي لعبو يا دس جوار كيزان فى سور 12 ماتش سنك ماتش هم المدرب عمل دان ديالو سنك جوار فى لالينوفنسف عطال كانت جوار اللي يدخل الواسط الميدان بسكو اللي ميدخولش عطال ونصار اوبليجي دفا روينير زروقي فى دوز اكسيو ووالورير غوش يسعد اليوم عطال عطا هاداك لرول شاف اللي اللي بنيفك إلا تيري 2 فى إلا رنتري اللي ديزويمات إلا فى هالسانت يعني تشوف اللي 45 مينوت تاعو واش نتج عطال باختصار ثلاثين تانية ياسين نقدر نقوله عطال دار خطوة كبيرة باش يتواجد فى كأس امم افريقيا من جهة وخطوة كبيرة باش يتجاوز الازمة ديالو اكيد اترتعليه الإبعاد ديالو بسبب بيبليكاسيو فى اللي ريزو سوسيا لا بيبليكاسيو تاعو راي حاجة ولكن اليوم انبال دانيتا الالجيريان يراهو يلعب تحت العرق فارق الوطني احنا مالبان نصنفوش واش ترامل هيك هو اليوم البروشان ماتش تاعو قبل ما تبدأ كأس افريقيا يكون ديالوه يلعب تراجع وعطال ليس جوهر اللي تقول لي كنقاعد لدينا جوهر نقاعدين دوران toute السيزن يعطيك صحة هذا الوقت اللي كان عندنا فى الجزء الاول فى الجزء التاني سنتحدث عن بقية ربما اداء بعض اللاعبين وبعض الفرديات سنتحدث ايضا عن مباراة المقبلة منتخاب الوطني امام منتخاب الموزنبيق فاصل تيما نواصل بقى مانا اشتركوا في القناة